السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله في هذا الفيديو سأتحدث عن الحجر الأسود والكعبة المشرفة تابعونا إن شاء الله في هذا الفيديو بسم الله نبدأ وعلى الله توكلنا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمدين وعلى أهله وصحبه وسلم طبعا قصة أصل الحجر الأسود هو حجر موجود في ركن الكعبة أنزل من الجنة حين كان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يبنيان الكعبة المشرفة وقد نزل أبيضا بل أشد بياضا من اللبن وقيل هو ياقوت بيضا من ياقوت الجنة وجاء في مسند أحمد عن ابن عباس الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا حتى سودته خطايا أهل الشرق الحجر الأسود يقع في الركن الجنوبي من الكعبة المشرفة ويرتفع عن الأرض بمقدار متر ونيف تقريبا وهو حجر بيضا والشكل لونه أسود مائل إلى الحمرة ويبلغ قطره ثلاثين سنتيمترا وعرض إطار الفضة الذي يحميه عشرة سنتيمترات قصة بناء الكعبة ووضع النبي صلى الله عليه وسلم للحجر الأسود بنيت الكعبة على زمان سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وجدد بناءها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن الكعبة في زمن قريش قد تصدعت وخافت قريش أن تنهدم الكعبة فاستشاروا في ذلك واتخذوا قرارا أن يهدموا الكعبة ويعيدوا بناءها وكانت كريش تجد في ذلك شرفا عظيم عرفنا أن كريشا كانت تجد في ذلك شرفا عظيما وحين انتهت كريش بناء الكعبة بقي أن يضع الحجر الأسود وهو شرف عظيم يطوق له كل شخص ولذلك أرادت قبيلة من قبائل كريش أن يكون لهم شرف وضع الحجر الأسود في مكانه فتنازعوا ولم يتفقوا وكاد أن يحصل بينهم قتال حتى قال رجل منهم نحكم أول رجل يخرج علينا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان في هذا الوقت الرسول بيلقب بالصادق الأمين وكانوا يثقوا في حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وكان أول رجل خرج إليهم طبعا هو الرسول فكلموا في أمرهم فأمرهم برفع الحجر على قطعة قماش وأن يمسك كل زعيم من زعمائهم بطرف منها حتى وصلوا مكان الحجر ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر بيديه الشريفتين فكان هذا الشرف من نصيب الرسول صلى الله عليه وسلم قصة سرقة الحجر الأسود الحجر الأسود كان محط أنظار الجميع من قبائل العرب وله في أنفسهم أو نفسهم تعظيم كبير وكانوا يتنافسون على شرف خدمة البيت وكان البيت في ولاية كريش فغارت قبيلة إياد من ذلك وزادت مكيدة كريش وحرمانها من هذا الشرف العظيم فقاموا ليلا بسرقة الحجر الأسود وضعوه على ناقة وخرجوا به من مكة ولكن الناقة ما إن خرجت من مكة باركت ولم تتحرك فقاموا بدفن الحجر على حدود مكة وكانت معهم امرأة من خزاعة شاهدت مكان دفن الحجر وأخبرت قومها بذلك وتقدرت كريش لذلك قدرا عظيما فساومتها خزاعة إن دلوهم على مكان الحجر أن تكون لهم ولاية البيت ففعلت كريش ذلك وظلت ولاية البيت في كنف خزاعة إلى أن جاء قصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم الجد الخامس فأعاد ولاية البيت إلى كريش قصة الحجر الأسود والقرامتة كانت القرامتة من الفرق الباطنية والتي ظهرت في القرن الثالث الهجري وكانت دولتهم في شرق الجزيرة العربية وامتدت إلى شمال ووسط الجزيرة وكانوا مشهورين بسفك الدماء وكان زعيمهم يسمى أبا طاهر القرمتي وكانت لهم مواقع دموية مع حجاج بيت الله الحرام حيث قتلوا حجاج الشام وهم في طريقهم إلى الحج وكان من قبيح فعلهم أنهم تمادوا فاقتحموا مكة المكرمة في موسم الحج وقاموا بقتل الحجاج ولم يكفيهم ذلك فقاموا بسرقة الحجر الأسود ونقلوها على عدد من الجمال فكانت الجمال يقال أنها كانت يصيبها القرح والهزال فكانوا أو القرح والهزال فكانوا ينقلونهم من جمل إلى جمل حتى وصلوا به إلى شرق الجزيرة العربية مكان عاصمتهم وظل الحجر الأسود مع القرمتة مدة 22 سنة وبدل المسلمون جهودا عظيمة لإعادة الحجر الأسود ولكنها باءت بالفشل لشدة فتنة القرمتة وكان يقول زعيمهم أبو طاهر وهو كاذب أخذنا الحجر لأمر ونعيده لأمر يقصد أنهم مأمرون من السماء بذلك ولكنهم أعادوه بعد ذلك على جمل واحد فما أصاب الجمل بأس على خلاف ما أخذوه قصة الحجر الأسود في زمن هارون الرشيد بعدما حدث من أمر القرمتة وانتهاء فتنتهم وزوال دولتهم فإن الأمة الإسلامية أصبحت قلقة من أن يأتي آخرون فيسركون الحجر الأسود ولذلك أمر هارون الرشيد بإيجاد حل يضمن الحماية الكاملة للحجر الأسود من أي عبث في المستقبل حين أمر هارون الرشيد بنقب الحجارة التي حول الحجر الأسود بالماس لقوته ثم أمر بصب الفضة في تلك الفتحات حول الحجر الأسود لحمايته وما زال الإطار الفضي يحمل حجر الأسود من ذلك الحين وحتى يومنا هذا وان آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في حفظ الله مع السلامة